فقد تحدث القرآن الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثاً كاشفاً عن عظيم مكانته وكريم أخلاقه فقد ذكر أبوه عز وجل لسانه فقال وما ينطق عن الهوى وذك فؤاده فقال ما كذب الفؤاد مراء وذك عقله فقال ما ضل صاحبكم وما غوى وذك معلمه فقال علمه شديد القوى وذك خلقه فقال وإنك لعلى خلق عظيم وذكاه كله فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وجعل طاعته صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل فقال صبحانه من يطع الرسول فقد أطاع الله ونهى عن مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم فقال صبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم مما يجب علينا التزام أقصى ضاجات الأدب عند الحديث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الحديث عن سنته المشرفة التي لا غنى عنها في بيان كثير مما أجمل في القرآن الكريم يقول الإمام ابن حزم آحمه الله في أي آية من القرآن وجد أن الزهر أربع وكعات وأن المغرب سلاس وكعات وأن الركوع على صفة كذا وأن السجود على هيئة كذا أو بيان ما يجب تفصيلا في الصوم أو ما يجب في الزكاة والحج إنما جاء ذلك كله مفصلا قولا وعملا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم على أننا نفرق بوضوح شديد بين هذه الثوابت وبين المتغيرات التي قد تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان أو المكان أو الأحوال